بوتفليقة إرحل في عام 99 قدم أوراق ترشحه لولاية خامسة متجاهلاً عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين لحكمه وبعد الترشح انتقلت التساؤلات حول إمكانية حكم البلاد من الرئيس الثمانيني الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات بشكل واسع يعملون في إحداث تغيير برأس السلطة في البلاد فيما دعا أساتذة جامعيون زملائهم إلى الانضمام لاحتجاجات وأوضح في رسالة مفادها لدينا واجب تجسيد صوت الناس الذين ينهضون ضد نظام سياسي بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبلنا واستقرار بلادنا بدورها اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية بتكميم أفواه وسائل الإعلام وتحدثت عن توقيفات واعتداءات ومنع تغطية وضغوط على وسائل الإعلام العمومية وتعطيل شبكة الإنترنت منذ بداية التظاهرات ووصفت بعض الصحف التظاهرات بأنها ززال سياسي فقد نجح المتظاهرون في امتحان الكسر هاجس الخوف الذي جثم على صدور الجزائريين طيلة السنوات الماضية والخروج ضد الحكومة التي تمنع التظاهر منذ عام 2001 الأمر الذي قد يغير نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن عشر من نيسان القادم